السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي طلبة وطلبات المدارس السنوائي الصناعية نظام السنوات الثلاث والخمس سنوات تخصص تركيبات ومعدات كهربية وجميع التخصصات التي تعنى بتدريس مادة القصص للهندسة الكهربية أو دوائر الكهربية أو أي مادة من المواد التي تعتمد على أساسيات الهندسة الكهربية وبدئيات الكهرباء أهلا ومرحبا بكم في أحد حلقات بنامج في باعتنا مدرسة اللي احنا بنتابع في رحلتنا لشرح أساس الهندسة الكهربية أو بدايات الكهرباء وعلم الكهرباء اللي بنستخدمها في شتى مجالات حياتنا طبعا احنا كنا بدأنا سلسلة من المادة أو شرح بدايات أو أساسيات الهندسة الكهربية طبعا احنا بنقول عليها أساسات هندسة الكهربية أو أساس هندسة الكهربية يمكن انا الاسم الفضل بالنسبة لي بدايات الكهرباء ان هو نشرح فيها الجزء المحتكب بحياتنا في الكهرباء في البدايات زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هو معنى الكهرباء ايه او زي احنا قدتنا نولد التهار الكهربي ايا كانت نعود للقهرباء الستاتيكية والقهرباء الديانميكية اتكلمنا عن مفاهيم الكهرباء اتكلمنا عن الكميات الكهربائية اللي احنا بنستخدمها في حياتنا زي شد التهار والجهد والفولت والتردد والقدرة والطاقة وعرفنا يعني كل الحاجات دي وازاي بنقدر نقسها والاجهزة اللي بنقسها بيها وحدات خيال هذه الكميات بعد كده استعرضنا الكلام عن المقاومات كجزء من ان عندنا مجموعة من الاحمال يعني احنا بنستخدمها في طريق قهربي منها الاحمال المادية والحسائية والسعوية اللي بتعبر عنها المقاومات المادية والملفات والمكسفات وقلنا تأثير كل منهم ايها في الطيار القهرابي لما يمر فيه واللي احنا بنستفيدوا في كل حالة من الحالات ديت استعرضنا جزء كبير ازاي بنقدر نولي طيار المتردد واجه واحد وازاي بنقدر نولي طيار المتردد السلاسي الاوجه وكنا وقفنا عند طرق توصيل الطيار المتردد السلاسي الاوجه اللي هو طريق التوصيل النجمة وطريق توصيل الدلتا وما خدناش ويعني بدأنا فيها كده بالمقارنة النجمة والدلتا ان شاء الله هنستكمل الجزء ده النهاردة بس انا بيحضرني وكانت اه اتسألت مرة على مجموعة من اه المصطلحات العلمية الكهربية انا جايزتها النهاردة هنبدأ بيها الحلقة بتاعتنا ان شاء الله اه اللي بتخص الكهرباء دايما بنسمحها ودايما بنتعرض لها كمتعاملين في مناهج الكهرباء سواء ازا كنا في تخصات كهرباء او في تخصات تركيبات معدات كهربية اي نوع من نوع التخصات الكهربية او حتى في التخصات الاخرى اللي عندنا في الكهرباء زي ازا كانت تخصص زخرافة تخصص ميكانيكا تخصص الالكترونيات تخصص تبريد اللي هم بيخضوا منهج مبادئ الكهرباء او اسات الهندسة الكهربية او اسس الهندسة الكهربية كل التخصات دي معنية بهذا الجزء الجزء اللي انا هتكلم عنه ومجموعة المصطلحات اللي انا حضرتها النهاردة عشان نشتغل معها او نبدأ نستعرضها اللي هي مصطلحات التقهرب او طلق التقهرب فيه كلام كتير بنقعد نسمعه في حياتنا العملية اللي واحد بيقول ايه مناعة صواعق بنرددها بس احنا مش عارفين يعني ايه صواعق معني ايه مناعة صواعق بنقى حد بيقول مثلا القهرباء بالتأثير القهرباء بالتوصيل التقهرب بالاحتكاك او التقهرب بالدلك التقهرب المغناطيسي التقهرب الضوئي التقهرب الحراري الازدواجات الحرارية كل دي مجموعة من المصطلحات العلمية اللي احنا بنستخدمها في حلم الكهرباء وطبعا احنا بنقولها كمصطلح دلوقتي ونقولها يعني ايه انما استخدمتها بقوة كبيرة جدا وعملنا صورة تكنولوجية هيلة يمكن دي اللي بتوفر لنا مجموعة كبيرة جدا من الاستخدامات في حياتنا العملية احنا بنبقاش حسين بيها سببها مجموعة المصطلحات او المصابات اللي احنا هنقولها دلوقتي اللي احنا قدرنا نتصلها في علم الكهرباء هنبدأ مع بعض كده اول حاجة عندنا او اول مصطلح عندنا هتعمل معاه اللي هو التقهرب اول مصطلح عندنا اللي هو التقهرب بالدلك او التقهرب الاحتكاك التقهرب بالدلك او دي يعني طب احنا قلنا مجموعة المصطلحات اللي احنا هندور عليها النهاردة اللي هي انواع التقهرب اول مصطلح عندنا هنتعمل معه اللي هو التكاهرب بالاحتكاك او بطلق عليه التكاهرب بالدلك ايه بقى موضوع التكاهرب بالاحتكاك او التكاهرب بالدلك ده بنقول عرف الانسان التكاهرب بالاحتكاك احنا عارفنا التكاهرب بالاحتكاك ده من زمان اوي يعني يمكن من عدد سين يوصل لمتين سنة او اكتر من متين سنة لقينا ان احنا لما بنجيب اي ساق من الزجاج او البنايت و دي مواد طبعا احنا عارفينها كويس جدا نجيب اي موض من الساق او الساق من البنايت او الزجاج ونبدأ ندلك هذا الساق بكطعة من الصوف او كطعة من الحرير او كطعة من القط وغالي ما بتقول كطعة من الصوف عشان يبقى في احتقاق اكتر بذلك باي كطعة من الصوف اي كطعة ومشحت تتولد على الساق شحنة كهربية يختلف نوعها على حسب نوع الدالجة ونوع الساق المدلوكة بمعنى ايه واحدة واحدة كده والشاشة معنى بنقول ان احنا راجبنا ساق من الزجاج او ساق من الابونايت ودلكنا الساق دي بكطعة من الحرير او كطعة من الصوف هلاقي ان الساق دي اللي هي بتاعت الابونايت او الساق بتاعت الزجاج اتولد عليها شحنة كهربية يعني اللي هي بتدت اتكهربت والكهربة اللي هتتولد عليها اذا كانت كهربة مجابة او كهربة سليبة هتتوقف على نوع الساق الدالك يعني لو هدلك ساق ابو نايت بكتعة من الحرير غير لما هدلك هدلك او هعمل احتكاك ما بين ساق زجاج بكتعة من الحرير لما جيب اتنين ساقين من الابو نايت واحد من الابو نايت وادلكوا بالصوف واحد من الابو نايت وادلكوا بالحديد هلاقي ان الشحنة المجابة ان الشحنة اللي هتطلع هنا هتبقى مجابة والشحنة اللي هنا هتطلع سليبة يبقى اول حاجة عندنا اللي هو التقارب بالدلك وهنفسر ده سبب ايه دلوقتي ان التقارب بالدلك ان انا بجيب ساق او نوع من المعدن اللي عندي سواء اذا كان زجاج او بنايت بدلكم مادة دالكة او باي حاجة او بكتعة من القماش هلاقي انه بتكون عليه شحنات مجابة وشحنات سليبة يمكن اولادنا ابنانا كنا دايما بنعمل الحركة دي واحنا صغيرين اه كنا نيجي نلعب كده ونروح جايبين المسطرة اللي هي البلاستيك ديت ونقعد ندلكها في كم الاميس بتاعنا او كم البلوفر بتاعنا ونقربها لقصصات ورق نلاقي قطعة المسطرة ابتدت تجزب قصصات الورق يعني كنا نقولون انها تمغناطة هي ما تمغناطتش هي ابتدت تتكون عليها نوع من انواع الشحنات سواء اذا كانت مجابة او شحنات سليبة والورق اللي بالطبيعته او اي مادة تانية هيبقى لها برضو شحنات مجابة او سليبة فبيقدر ليحصل بينهم قوة تنافر او قوة تجزب حسب الشحنات اللي تكونت عندي تفسير ده ايه بقى ويفصر ما حدث اللي بيحصل ده بقى تفسيره ايه يعني هو ايه اللي حصل خلى ان انا لما مسكت قطعة الالمونيو الالمونيت او قطعة الزجاج وده اللي اكتهى بالصوف او بالحرير ابتدأ يتشكل عندي منها او عليها مادة كهربية او تتكهرب او يتكون عليها شعنات كهربية تفسير ما حدث انه عند دلك مادة معينة لما بدأ بمادة اخرى مناسبة فان بعض الالكترونيات طبعا احنا عارفين ان المواد مجموعة من الزرات اللي تكون فيها مجموعة من الالكترونيات فان بعض الالكترونيات الموجودة في المضارات الخارجية للمادة او لزرات المادة لاحدى المادتين انت انتقل الى زرات المادة الاخرى يعني وانا بدألك الابونايت او الزجاج بالصوف او بالحرير بعض الالكترونيات اللي موجودة في المضارر خارجي لمادة منين لتنين سواء الابونات او زرات بتنتقل من مادة للتانية وتكتسب المادة التي تفقد الالكترون شحنة كهربية مجابة اللي بتفقد بتبقى شحنة كهربية مجابة واللي بتكتسب الالكترون بتبقى شحنة كهربية سليبة يبقى احنا كده طلعنا شحنة كهربية مجابة وطلعنا شحنة كهربية سليبة ازاي احنا قلنا معروف ان المادة اللي بتفقد الالكترون بتبقى شحناتها مجابة على عشان بيفضل مكانه ايون والمادة اللي بتكتسب الالكترون الشحنات السليبة بتاعتها بتزيد للالكترون الالكترون سالب فانا لما هدلك المادتين ببعض المدارات الخارجية عليها الالكترونية ففيه الالكترونات هتنتقل من مادة للتانية الالكترونات اللي هتنتقل هتنتقل من مادة دي المادة اللي هتطلع منها الالكترونات هتبقى مجابة او عليها شحنات مجابة لان خرج منها الالكترون والمادة اللي هيروح لها الالكترون هتبقى شحناتها سليبة لان هيبقى زاد عليها الالكترون ده كان اول نوع عندنا من انواع التقهرب اللي هو التقهرب بالاحتكاك او ما يطلق عليه التقهرب بالدل تاني نوع من انواع الاحتكاك عندنا بقى التقهرب بالتوصيل التقهرب بالتوصيل يعني التقهرب بالتوصيل بيقول لي ان ده توصيل قديب مشهون بشحنة سالبة لما جيب جسم مشهون بشحنة سالبة بقديب اخر غير مشهون من النحاس مثلا هنا من النحاس دي يعني بقولي على سبيل المثال يعني معلق تعليقا حرة بواسطة خيط فان الشحنات السالبة تنتقل على سطح القديب النحاس وتظهر عليه الشحنة السالبة يعني ايه الكلام ده بقولي انت لو جبت اي جسم مشهون او قديب مشهون بشحنة سالبة وقربته من جسم تاني من مادة تانية مشهون بشحن الجسم التاني ده حر الحركة معلق تعليقا حر معلق تعليقا حر يعني حر الحركة هقدر يتحرك براحتي فمجرد ما هبدأ اقرب القديب المشهون من القديب حر الحركة هلاقي ان القديب حر الحركة انتقدت على سطحه الشحنة السالبة يبقى كده اللي فاتت كانت التقهرب به الدلك انا مسكت الجسم وعملت له عملية تدليج انما ده هيبقى بالتوصيل لان فيه نوع تاني بعد كده هنجيبه اللي هو بالتأثير يبقى انا كان فيه عندي نوع من انواع التقارب اللي هو تقارب بالدلك هجيب عمود من النحاس او اللي هو هفضل اعمل فيه كده ادلك فيه كده بكتعة من الصوف بكتعة من الصوف لما هدلك فيه بكتعة من الصوف كده او من الحرير هتظهر هنا عليه شحنات سالبة او مجابة ده بالنسبة للنوع الاولاني النوع التاني ان انا هجيب ساق هخليه حر للحركة حر للحركة يعني ايه يعني ممكن يتحرك كبير يتحرك شمال براحة انا مش متحكم فيه وارح جايب ساق تانية انا شحنها بشحنة سليبة وانا افترن الصاق ده من حاس مجرد ما هقرب دال ده كده هوصلهم ببعض هتظهر عندي شحنة على الساق اللي هو او هتنتقل شحنة الى الساق حر الحركة ده تاني نوع من انواع ايه التقارب النوع التالت من انواع التقارب عندنا اللي هو التقارب بالتأثير اللي انا كنت لسه بنوع عنه دلوقتي التقارب بالتأثير نوع من انواع التقارب برضو بس بتنتقل فيه الشحنة الكهربية من الجسم المشحون الى الجسم الغير مشحون عن طريق التأثير مش عن طريق اللمس او مش عن طريق الاتصال زي الحالة الاولى والتانية تنتقل الشحنة الكهربية احيانا بالتأثير يعني ايه بالتأثير فاذا قربنا ساقا من مطاط او من المطاط مشحونة بشحنة سالبة قربنا موصلناش او مدلك ناش بشحنة سالبة الى ساق من الالمونيوم غير مشحونة ومعلقة عليكا حرا فان الشحنة المجابة تظهر على طرف القديم الالمونيوم القريب من ساق المطاط المشحون بالشحنة السالبة بينما تظهر الشحنة السالبة على الطرف البعيد لساق الالمونيوم واحدة واحدة مع بعض كده عشان نفصل يعني ايه التكاهر بالتأثير بقول انت لو جيبت ساق من المطاط مش هنا شحنة سليبة ورحت مقربها مش موصلها ولا ملمسها بساق من الالمونيوم معلقة عليكا حرا يعني ليه حردية الحركة حردية التحرك هنلاقي ان بيزهر على ساق الالمونيوم ده شحنة موجبة هيزهر على ساق الالمونيوم ده شحنة موجبة الشحنة السليبة هتزهر على طرف البعيد من ساق الالمونيوم لان ساق الالمونيوم دي طرفين طرف اللي انا هقرب منه الشحنة والطرف البعيد الناحية التانية اللي انا مش هقرب منه الشحنة الطرف القريب اللي انا هقرب منه الشحنة من ساق الالمونيوم هليه عايب تزهر عليه الشحنة الموجبة الطرف التاني هتزهر عليه شحنة السليبة ده بالنسبة لتغرب بالتأسير طب تفسيره ايه ايه اللي خلى ان انا لما بقرب من ساق الالمونيوم ساق مطاط مشحونة بشحنة سليبة من الطرف الف الا ان الطرف الف اللي انا بقرب منه الشحنة السليبة بتاعتي دي بقت شحنته مجابة والطرف بالتاني البعيد بقت شحنته سليبة تاني احنا بنقول هنجيب ساق من المطاط مشحون شحنة سليبة هقربه بساق من الالمونيوم حر الحركة لما قرب ساق المطاط المشحون بشحنة سليبة من ساق الالمونيوم هلاقي ان الطرف ده اللي انا بقرب منه ونفترض اسمه الطرف الف بقى مشحون بشحنة مجابة رغم ان الشحنة دي سليبة بقى ده مشحون بشحنة مجابة والطرف البعيد التاني ده بقى مشحون بشحنة سليبة ايه السبب ده اللي بيحصل ده اللي قلنا عليه الكهرباء بالتأثير لما هقرب هنا هينشع عندي هنا شحنة مجابة لما اقرب شحنة سليبة الى طرف او ساق من الالمونيوم هلاقي ده بقى شحنة مجابة ده لما اقرب شحنة سليبة ده بقى هيبقى مجابة والنحية التانية البعيدة اللي هتبقى سليبة طب تفسيره ايه بقول لي تفسير ذلك ان الالكترونات الموجودة ما هنا فيه الالكترونيات بالطرف القريب من الساق الالكترونات الموجودة بالطرف القريب من الساق المشحون بالشحنة السليبة يعني القريب من هنا ده كتنافر ده انا عملت عملية تنافر ما بين الشحنة السليبة اللي انا اقربها من هنا وما بين الالكترونيات اللي موجودة هنا ما هو مدام شحنة سليبة يبقى هنا عندي الالكترونيات زيادة شحنة سليبة يبقى الالكترونيات زيادة وهنا فيه الالكترونيات والالكترونيات شحناتها سليبة يبقى لما اقرب الطرف السالب ده او الشحنة سالبة بالطرف ده هنا فيه الالكترونيات يبقى هيحصل تنافر ما بين الالكترونيات دي والالكترونيات دي فالالكترونيات اللي هنا دي الحرة دي هتتحرك الناحية التانية لما تتحرك من هنا تروح الناحية التانية يبقى الجزء ده اصبح شحنة موجبة والجزء ده اصبح شحنة سالبة ده تفسيره ازاي لما اقرب شحنة سالبة من المنطقة دي ألاقي دي بقت مجابة الساق دي بقى الجزء من الساق ده بقى مجاب والجزء ده هو اللي بقى سالب تفسيره ببساطة شديدة طالما بتقرب الشحنة السالبة من الطرف دوت الشحنة السالبة دي عبارة عن الالكترونيات زيادة حتى تنافر مع الالكترونيات الموجودة في المدارات الخارجية اللي هنا يبقى هتحصل قوة تنافر فالالكترونيات دي لما هتنافر هتروح رايحة النيحة التانية او هتحرك للنيحة التانية من الساق في الحالة اللي زي دي الشحنة دي هتبقى شحنة مجابة لنتثابتها مجموعة من الالكترونات وفي دي المكانها مجموعة من الايمان نشوفها مع بعض على الشاشة بتاعتنا كده او نقرأ التفسير اللي احنا بنتكلم عليه تفسير ذلك ان الالكترونات الموجودة بالطرف القريب من الساق المشهونة بالشحنة السليبة تتنافر وتترك مداراتها الخارجية وتذهب الى الطرف البعيد واذا وصلنا هذا الطرف بالارض يعني لو وصلنا الطرف ده بالارض اللي هو الطرف البعيد عن طريق لمسه بالاصبع نمسنا باصبعنا كده فقالنا الالكترونات تتحرك من ساق الالمونيوم الى الارض وتظهر الشحنة المجابة على ساق الالمونيوم ده كان النوع الاولاني بتاع التقهرب ب قلنا التقهرب بالدلك او الاحتكاك التقهرب بالتوصيل والتقهرب بالتأثير نشوف نوع بعد كده عندنا من انواع التقهرب ونوع مهم جدا وظاهرة من ظواهر الحياة ظاهرة طبيعية ظاهرة في الزئية من ظواهر الحياة وكلنا ونتعرض عليها وكاد يكون كنا ونتعرض لها قريب ما يطلق عليه موانئ الصواعق في علم الكهرباء عندنا هي ظاهرة في الحياة العملية اسمها الصواعق او الصواعق في علم الكهرباء عندنا طلعنا ما يطلق عليه مانعة الصواعق او موانع الصواعق شوف بقى حكاة الصواعق الصواعق وموانع الصواعق اظن كلنا نعرف موضوع الصواعق والبرق والرعد والكلام ده كله اللي احنا بنسمع عنه او بنشوفه في حياتنا العادية موانع الصواعق ايه بقى حكاية موانع الصواعق دي؟ تعتبر مانعة الصواعق من اهم التطبيقات العملية على تراكم الشحنات الكهربية على الاطراف المدببة ايه الكلام العلم الكبير ده؟ هو الكلام العلم الكبير ولا حاجة هنبدأ نشرحه واحدة واحدة زي ما احنا متعودين تعتبر مانعة الصواعق من اهم التطبيقات العملية على تراكم الشحنات الكهربية على الاطراف المدببة للمعادن فنحن نسمع عن الصواعق الجوية اللي تتسبب اشتعال الحرائق في الغابات وتقتل الحيوان والانسان لو انا جبت جسم من المعدن حديد مثلا وحطيته على سطح مبنى لو فيه شحنات كهربية ممكن تتراقم علي هي دي الفكرة السابت عدن لو عندي جسم الجسم ده حطوا على سطح مبنى او حطوا في ارتفاع عالي وهنا فيه اطراف مدببة او فيه قطعة من المعدن يمكن اخدر نابس الشكل اللي قدامكم دوت بتاع القلم هلاقي بيتكون عليه او على الجسم ده او على الصق دي مجموعة من الشحنات الكهربية اللي ممكن تبقى موجودة في الجو احنا عارفين ان فيه حاجة اسمع صاعقة بتنزل في اي مكان يمكن ربنا يعني حامي مصر من النوع ده من الصواعق او من النوع ده من اه الطبيعة ما بينزقش عندنا حاجة زي كده اه بس موجودة في دول العالم الاخرى بتبقى فيه صاعقة الصاعقة بتنزل ماء لما عقدي لو نزل حيوان انسان بيت اه غابة اي مكان كهرباء فبتدمروا بتدمروا اه بتدمروا وفيه حرائق كتير بتحصل في اماكن كتير جدا في العالم بيكون سببها الصواعق الكهربية او الصاعقة اللي هي اساسها شحنات كهربية عالية جدا 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 بتوصل لالاف الفلطات بتأدي الى حدوث حرائق وتقهرب للاجسام اللي بتتامس معها يبقى احنا قلنا موانعة الصاعق كلمنا عن موانع الصاعق انا لسه هنبدأ بقى كده قلنا الفكرة بتاعت الصاعقة هبقار عني نشوف بقى مع بعض الحكاية بتاعت موانع الصاعق والصاعقة ففي الجو الممتر بقولي في الدنيا الممترة يعني تكون الصحب او بتكون الصحب محملة بالشحنات الكهربية السحابة اللي عندنا اظنوا كلنا عارفين السحابة يعني محملة بالشحنات الكهربية ويتم تفريغ الشحنات على شكل برق في طبقات الجو العليا اظن ان احنا بنشوف الكلام ده في الشتاء يمكن في الشتاء القغيب كان موجود عندنا ويتم تفريغ الشحنات يعني السحابة بتبقى محملة بشحنات الكهربية الشحنات الكهربية ديت بتتفرغ من السحابة في طبقات الجو العليا في شكل برق بيحصل ازاي البرق ده بيحصل ما بين اجزاء السحابة الواحدة او ما بين اجزاء سحابتين مش شرط سحابة واحدة وكتيحدث هذا التفريق على شكل صعيق يبقى فيه شحنات قهربية موجودة في الصحاب القهربية في الصحاب اللي في السماء اللي هو السحابة اللي موجودة في السماء محملة بالشحنات القهربية السحاب ده عايز يفرغ الشحنات القهربية هيفرغها في شكل ايه وفي طبقات الجولة اولها هيفرقها بشكل برق طب ممكن السحابة تفرق الشحنة الكهربية مع نفسها او بتفرقها بالاحتكاك مع شحنة الكهربية مع سحابة اخرى ومن هنا بيجي عندنا بقى عمليه التفريق دي ما يطلق عليه بالنسباننا الصعيقة الكهربية ان تفريق الشحنات دوت ما بين السحب ده اللي بيطلق عليه بالنسباننا ان الشحنة نازلة على الارض او على اي مكان ده اللي بنسميه الصعيقة الكهربية يبقى بقول لي ففي الجو الممطر بتكون السحب محملة بمجموعة من الشحنات الكهربية العالية جدا ده بيقدي لنتيجة التفريق بتاعها او ان السحابة عايزة تفرق بيقدي الى حدوث ما يطلق عليه الصعيقة الكهربية منعة الصواعق ايه كانت بقى منعة الصواعق دي منعة الصواعق عبارة عن ايه عبارة عن ساري عمود معدني او سارية معدنية عمود معدني مسبت عند اعلى نقطة بالمبنى متسبت عند اعلى مكان فوق السطوح بتاع المبنى فوق المبنى خالص وينتهي طرفها العلو بساق معدنية يعني الطرف اللي فوق ليه ساق معدني ومش شرط يبقى ساق واحد ممكن بأيدة سيقان واتصل طرفها السفلي بلوح معدني مدفون الى مسافة عميقة تحت سطح الارض وده ما يطلق عليه عملية التقريد ان انا عشان اضر اصرب الشحنة دي الى الارض ما هو محدش تستحميل فعشان اصرب الشحنة دي البطن الارض بوصل العمود اللي انا حطه اعلى العمارة باسلاك كهربية متوصلة بشحنة الشحنة دي متوصلة بالارض او بالتقريد بتاع بحيس ان انا اعمل عملية تفريغ للشحنات الكهربية ومنعت الصائق عبارة عن سرية معدنية مسبتة عند اعلى نقطة بالمبنى وينتهي طرفها العلوي بساق معدنية او بعدد من بعدد كابيري من السقال المعدنية واتصل طرفها السفلي بلوح معدني مدفون الى مسافة عملكة تحت سطح الارض ده كان تالت نوع عندنا من انواع او نوع من انواع التقارب احنا لازم نتعرض عنه احنا بمنجيبش كهرباء بالصائق يعني ولا حاجة بس احنا بما ان احنا تعرضنا لانواع التقارب فكان لازم نتكلم عن منعات الصائق كحاجة احنا بنتعرض لها برضو في حياتنا العملية وبنتعرض لها في حياتنا اليومية العادية وبنسمع عنها كتير فكان لازم اي واحد فينا بما ان احنا بندرس علم الكهرباء او قصص الكهرباء نبقى عارفين يعني ايه صواعك ومانعت صواعك انما مانعت الصواعك في حد ذاتها انا قلتها دلوقتي في حوالي ثلاث دقايق ولا حاجة انما ده جزء كبير جدا هنبدأ ندرسه ان شاء الله في السنوات القادمة لما هنبقى في ثانية او في ثالثة او في كليات او في المعاهد اللي احنا هنلتحك بها نكمل بقى انواع التكارب في التكارب اسم التكارب بالضغط يبقى احنا خدنا التكارب Probably التأثير والتكارب بالاتصال وخدنا التكارب بالاحتكاك التكارب بالضغط او الكهرباء بالضغط عند الضغط ميكانيكيا على بعض المواد فالنقود الضغط تؤثر على زراتها لما بضغط ميكانيكيا على بعض المواد هلاقي ان الزرات بتاعتها بتتأثر ومدام الزرات تتأثرت تأثرت على الالكترونيات على زراتها كما تأثر على الالكترونيات في مداراتها الخارجية وتجعلها تتحرك في اتجاه قوة الضغط يعني لما بضغط على مادة هلاقي ان الزرات بتتأثر بالتبعية الالكترونيات اللي في المدارات الخارجية بتتأثر وبتتحرك نحي قوة الضغط اللي عند دي حيث تترك الالكترونيات السطح المعرض للضغط وتنتقل الى الجانب الاخر غير معرض للضغط وبالتالي ينتج فرق جهد بين سطحها المادة وهما يعرف بالتكاهر بالضغط تاني لو جبت مادة وضغطت عليها من مكان بقوة كبيرة هلاقي ان انا ولا بضغط عليها الزرات بتاعتها الالكترونيات اللي في مدارها الخارجي اللي موجودة في اتجاه قوة الضغط بتهرب تروح الناحية التانية في الحتة اللي مفقاش قوة الضغط فمعنى كده ان انا بخلق منطقتين واحدة فيها الكترونات كتير وواحدة فيها الكترونات اقل وبالتبعية بعمل فرق جهد بين سطحها المادة وبالتبعية بقدر اعمل جهد كهربي هو الفكرة كلها ان انا اعمل فرق جهد ما بين المنطقتين لما اعمل فرق جهد ما بين منطقتين يبقى هبدأ اقدر او ابدأ اوصل لان انا اعمل تكاهرب او اعمل عمليه او توليد طيار كهربي النوع الخامس من التقارب اللي هو التقارب الكيميائي يمكن التقارب الكيميائي ده كلنا وبدون نستثنى عارفينه التقارب الكيميائي كلنا وبدون نستثنى عارفينه وعندنا فكرة عنه وبيظهر في ابسط صوره ابسط ابسط صور التقارب الكيميائي اللي كلنا نعرفه كويس جدا جدا اللي موجود في العمود الجاف اللي احنا بنستخدمه بيوتنا فيه سواء اذا كان رمود تلفزيون او رمود بروحة تلفزيون ريسيفور اي حاجة بنستخدم في الحجر الجاف البسيط ده تقارب كيميائي ترتبط بعض المواد ترابوتا ايونيا بين الزراط يعني بعض المواد فيه لها ترابوت بين الزراط وبعضها وعند زوابان هذه المواد في المحليل تتحلل الرابطة الايونية وتنتج ايونات مجابة واخرى سليبة وبالتالي يمكن حصول على الشحنات الكهربية ومثال ذلك هو العمود الكهرابي البسيط طبعا احنا عارفين ودرسين واخدين الكلام ده يمكن في ابتداء وداجي ان احنا عندنا العمود الكهرابي اللي بيبقى فيه شحنات اللي بيبقى فيه عجينة بيضة وعجينة سودة ولما بنحطهم مع بعض بيحصل بينهم تفاعل كيميائي والتفاعل الكيميائي ده بيؤدي لتولد فرق جهد ما بين اللحين اللي عندي اللي هو اللح النحاس او الطرف المجاب والطرف السالب للعمود الجاف او اذا كان عمود بسيط او اي نوع واحنا عارفين كويس اوي ان احنا عندنا حاجة اسمها التحليل الكهرابي او الطلاق بالتحليل الكهرابي ان انا ممكن اجيب مادة وصلت على طلاق الكهرابي فبتتحليل المادة ديت ونتيجة كده بيحصل عملية طلاق كهرابي او عندنا البطارية بتاعة العربية او السيارة او بتاعة الموتسيكل او بتاعة اي حاجة العربية البطارية اللي احنا بنستخدمها ديت ما هي عبارة برضو عن مواد كيميائية بتتفاعل مع بعضها بينشع عنها اه طيار كهرابي يمكن ما خدتش كلام نصا من الشرح اللي احنا بنقولها في الجزء ده بالذات او في النوع الخامس ده بالذات لان احنا معرضين له كتير او في حياتنا ما فيش حد فينا بيعرض او بي الا لما بيبقى يعارف او بيبقى محتكد ان فيه كهربة كيميائية او تكارب بالطريقة الكيميائية اللي هو المواد الكيميائية اللي بتسبب لنا تولد قوة دفعة كاربية النوع اللي بعد كده اللي هو التكارب الحراري النوع اللي بعد كده من انواع التكارب التكارب الحراري ايه بقى موضوع التكارب الحراري ده ان انا اولد فرق حرارة ما بين مكانين او ما بين معدنين بالتباع انشأ عندي قوة دفعة كاربية التكارب في مواد لما هبدأ صلة تكون مستعدة لتقبل الالكترونات الحرة من الزرارات المجاورة وتسمى المواد المستقبلة فاذا تكونت وصلة من مادة منحة مثل النحاس ومادة متقبلة مثل الزنك وتم التأثير على هذه الوصلة بطاقة حرارية فان الالكترونات تنتقل من النحاس الى الزنك عن طريق الوصلة وبذلك يظهر على طرف النحاس البيض عن الوصلة شحنات مجابة بينما يظهر على طرف الزنك القريب من الوصلة شحنات صليبة وتسمى هذه الوصلة بالازدواج الحراري هي ايه الفكرة بتاعت الازدواج الحراري دي عشان نخرج من الجزء بس بيقول لنا لو جبت معدنين جبت معدنين ورح تعامل المعدنين دول كده بحيس ان المعدن ده مختلف عن ده ده نحاس وده ألمونيون ده زينك وده نحاس المهم يكونوا معدنين مختلفين وعملت اتصال كده بينهم ادي نقطة الاتصال للازدواج اللي هي النقطة دي مثلا اهو كده ورح تجاي عامل في المكان ده اللي هي في نقطة الاتصال دي عملت تسخين سخنت صلت حرارة على الجزء ده طب ما المعدن ده مختلف عن المعدن ده يبقى تأثير الحرارة على المعدن ده بالبلد خالص تأثير الحرارة على زرات المعدن ده هتختلف عن تأثير الحرارة عن زرات المعدن ده يبقى فيه فرق جهد ما بين الطرف ده وما بين الطرف ده من عندي الطرفين هم ده معدن حديد وده نحاس ده ألمونيوم وده نحاس وعملت اتصال بينهم كده لما صلت حرارة على المنطقة دي المعدن ده هيتأثر والمعدن ده هيتأثر المعدن ده لي معامل حراري والمعدن ده لي معامل حراري المعدن ده هيبقى تأثيره بالحرارة غير تأثير المعدن ده بالتبعية تأثير او ترتيب الشحنات هنا او ترتيب الشحنات الكهربية بتاعت المعدن ده هتختلف عن ده لما ترتيب الشحنات او الالكترونيات اللي هنا هتختلف عن اللي هنا يبقى تولد عندي ما بين النقطة دي وما بين النقطة دي او ما بين المعدن ده وما بين المعدن ده فرق جهد وهو ده اللي بيقدي الى تولد قوة دفعة كهربية او امرور طيار كهربية في الدوائر بتاعتي ده اسمه الاتصال او الازدواج الحراري ان انا اقدر اولد كهرباء بالتأثير الحراري على معدنين متصلين عند نقطة معينة والنقطة اللي بينهم بنسميها نقطة الاتصال والجزء كود ده بنسميه شريحة الازدواج الحراري ده احنا بقى بنستخدمه وبقاصة جدا في الحياة العملية في حاجات كتير جدا بستخدم فيها الازدواج الحراري دوت سواء في اجهزة كهربية او في متممات او متابعات او حاجات زي كده ده مهم جدا عندنا ان شاء الله لما هنبقى نخش اكتر فيه مش ممكن خلال السنة دي انما في السنين اللي جاي ان شاء الله بالنسبة للطلبة يعني الطلبة عقولة لما يبدأ يطلع تانية هيلاقي بياخد اكتر في الجزء دوت لما بيطلع تلك هياخد جزء اكبر من كده ده كان جزء التقارباء بالتأثير الحراري نشوف بعد كده التكهرب الضوئي التكهرب الضوئي ضوء يولد لكهرباء ده يعني هو قريب من فكرة الفوتسل والخلايا الضوئية طبعا يعني الصور التكنولوجية اللي احنا شايفنا هدلوقتي في الحياة بالنسبة لنا بيلي اعتبر الدوء صورة من صور الطاقة هو انا اقول لك يعني مش احنا لما بنسلط كهرباء بنطلع مننا حرارة في مكوى في سخان في مش عارف ايه ما انا قدرت برضو اطلع من الحرارة كهرباء مش انا لما بجيبك الضوء لما اجيبك كهرباء بقديها اللمبة بقى بوصل طار كهرباء اللمبة بيطلع ضوء انا بقدرنا نوصل برضو العلم ابتدأ ايه دي رواقع يخترع من الضوء طار كهرباء ازاي زي ما هنشوف كده مع بعض وطبعا كل اللي احنا بنقوله ده مجرد مصطلحات وتعريفات بدائية انما كل جزء من دول كل جزء من اللي احنا شرحناه النهاردة او كلمنا عنه النهاردة بيعتبر باب علم الوحده يعني احنا اتكلمنا عن الكهرباء بالتأسير والكهرباء بالدرك والمناعة الصواعيك والكهرباء واتكلمنا عن الازدواج الحراري كل جزء من ده من اللي احنا اتكلمنا عنه النهاردة يعتبر بب علم الوحده او بتنتق فيه كتب او بتنتق فيه مجموعة وبتعمل عليم مجموعة من الدراسات الكبيرة جدا احنا النهاردة بس بنقول مجموعة من المصطلحة يبقى التكهرب الضائب ايه حك dean تكهرب الضائب ده يعتبر الدوق صورة من صور الطاقة الدوق ده صورة من صور الطاقة اللي عندي او صورة من صور اللي موجودة عندي الدوق اللي احنا بنستخدم هو عبارة عن ايه عبارة عن جزئات صغيرة تسمى فوتونات تسمى فوتونات يعني الدوء ده عبارة عن جزئات سوارة وتسمى وعندما يسقط الدوء الدوء ده لما بيسقط لما بيقع على بعض المواد بيعمل لها عملية اصارة فبيخلي الالكترونيات تتحرك حركت الالكترونيات يبقى انت اولدت تهار كهربي ازاي ما احنا قلنا قبل كده الطياري الكهربي عبارة عن سيل من الالكترونيات الحرة تتحرك من النقطة الاخرى الطياري الكهربي عبارة عن سيل مش عبارة عن الالكتروني عبارة عن سيل من الالكترونات الحرة تنتقل من النقطة الاخرى سيل كم جبير من الالكترونيات الحرة طب انا بقولك ده انا لما بجيب دوء ورح مسقطه دوء اسقطه على مجموعة من المواد معينة هلاقي ان الضوء ده بيخلي الالكترونات اللي في المدارات بتاعت المواد دي بتتحرق او بتتحرق ومدام خليها تتحرق او تتحرر هيبدأ الالكترونات دي تنتقل تتنقل من مكان لمكان اتنعلت الالكترونات من مكان لمكان يبقى انا قدرت اولي الطيار كهرباء نشوف مع بعض مقا على الشاشة ايه حكاية تكهرب بالضوء دوت وهو فكرة شرحه او كلام معبار عنه يعتبر الضوء صورة من صور الطاقة وهو يتكون من جزئيات دقيقة تسمى فوتونات وعندما يسقط الشعع الضوئي على بعض المواد الحساسة للضوء بعض المواد الحساسة للضوء مثل ايه زي ايه زي البوتاسيوم والسوديوم والليسيوم والسيلينيوم والجيرمانيوم والكاديوم والكابريتات الرصاصة كلها مواد احنا يعني امكان اعرف البوتاسيوم السوديوم والى حد المواد الحساسة للضوء اللي لما بيسقط عليها الدوء بيحصل ايه فان الالكترونات الموجودة في المدارات الخارجية لها للمواد دي تبدأ في الحركة وترتقل من الجانب الذي يسقط عليه الدوء الى الجانب الاخر البيض عن الدوء مكونة خلية ضوئية طب ما نكون الخلية ضوئية يبقى انا كده قدرت ابدأ اعمل اولد بقى مرر طارق هرابي اعمل الفوتسل زي لما بنبقى مثلا تحد احنا فيها تنزل مية تبتتعدي من عند بابي راح بفتح له وحده زي اللي هو كل الفوتسل اللي موجود بتاعنا في الحالة العملية بقى هو مبني على فكرة اسقاط شعاع ضوئي على الخلية تعمل عملية اصارة الالكترونات وبعد كده نبدأ نستكمل بالجزء التكنولوجي لان ده جزء كبير جدا انا هنهمني بس تعرف يعني ايه التكاهرب الضوئي نيجي بعد كده عندنا ما يطلق عليه التكاهرب المغناطيسي التكاهرب المغناطيسي ايه بقى حكاية التكاهرب المغناطيسي دوت انه هو بيقولك انا اقدر اولد قوة دفعة كهربية بحركة مواصل داخل مجال مغناطيسي اقدر اولد قفضة الكاف او قوة دفعة كهربية بان انا لو حركت مواصل جوة مجال مغناطيسي بقولي ازا تحرك مواصل جيد للكهراء مواصل جيد للكهربية حاجة موصلة جيدة للتين الكهرباء مثل النحاس أو الألمنيوم موصل جيد للكهرباء مصنوع من النحاس مثلا خلال مجال مغناطيسي لو خلت موصل أو ملف يقطع مجال مغناطيسي فأن قوة المجال المغناطيسي تولي الطاقة كافية لتحرر الألكترونيات الموجودة في المدارات الخارجية وتجعلها تتحرك في اتجاه يتاقف على كافية قطع الموصل لمجال المغناطيسي وهي دي فكرة عمل المولدات ان انا بجيب موصل اخليه يقطع مجال مغناطيسي والموصل اللي هيقطع مجال مغناطيسي ده ممكن يقطع المجال المغناطيسي كده ممكن كده من تحت الفوق وممكن كده ممكن اخليه يقطع المجال المغناطيسي كده في حركة دائرية لما هيقطع موصل مجال مغناطيسي الموصل ده هيستنتك فيه قوة دفعة كهربية ليه لان الزرات المجال المغناطيس نتيجة حركة القطع هتخلي المدارات الخارجية بتاعتي برضو الزرات بتاعتي بتاعتها هتتحرك او هتبدأ تاخد تتحرر فلما هتتحرك هينش عندي فرق جهود لما هينش عندي فرق جهود هيمر عندي طيار كهرباء ودي بقى هو بيقول لي حتى في اخر الجملة ايه دي الفكرة الاساسية المهمة او اللي بني عليها تولين فكرة عمل المؤلدات الكهربية اللي احنا بصدد الكلام عنها اصلا يمكن انا عشان كده جبت الجزء ده النهاردة اللي انا كنت عايز اخدش على جزء المؤلدات وان احنا نولد وبرضو كله كشور خارجية اللي احنا بنشتغل على بدايات وعلى اه اصس هندسة كهربية او اسات هندسة كهربية مش علم الكهرباء كعلم كهرباء بتوسعاته الكبيرة اه اتكلمنا عن انواع التكارب بصفة عامة واخدنا نبزة صغيرة عن انواع التكارب ومنعة السواق والحاجات اللي زي كده عشان نوصل نقول ان احنا عندنا او وصلنا لما يطلق عليه المؤلدات الكهربية ايه بقى احكاتب المؤلدات الكهربية وبنسمع برضو من ضمن الفاظ اللي احنا بنسمحها بنسمع لفظ التوربين التوربين ده مش حاجة صغيرة ده حاجة بتبقى موجودة في اماكن توليد طارق الكهربية او محطات توليد طارق الكهربية بنولد اه بقوة دفعة كهربية عن طريقه زي ما انت بتسمع كده المؤلدات البنية بتاعت السد العالي او غيره او اماكن مختلفة ادي شكل احنا انا جيب لك بس مجموعة من اشكال التوربينات اصلا انت لسه يعني احنا بدائيات هندسة كهربية او قصة هندسة كهربية اللي بس عشان تعرف تتسخيل شكل التوربين عامل ازاي ده شكل من اشكال التوربينات ده شكل تاني زي ما انت شايف كده الناس قاعدة جوه يعني الناس اللي بتصنعه اللي بتشتغل فيه قاعدة جوه التوربين نفسه من كتر مجموعة وانت شايفت كم عامل ازاي لان دي التوربينات اللي بتولد القوة دفعة كهربية او بتولد التوربين الكهربية اللي بستخدم لتغذية بلاد كاملة شكل تاني من اشكال التوربينات يبقى احنا اخدناهم يعني عندنا كام شكل من اشكال التوربينات انا بس حبيت اوضح لك ان التوربين ده ماش حاجة صغيرة او مش حاجة صغيرة يعني ده شكل من اشكال مولدات التوربين الكهربية المتغير او نوع من انواع المولدات المولد ده ما هوش حاجة صغيرة بس التاني بقى كان توربينات دي مولدات اللي احنا بنستخدمها في حياتنا العملية ده نوع تاني من انواع المولدات وعليه اجهزة القياس بتاعته يبقى دي اه اللي احنا شرحنا او اللي احنا لسه كنا بنستعالي السؤال ودلوقتي هو برا على المجموعة من المولدات والتوربينات احنا خدنا الفكرة البسيطة الصغيرة قوي اللي هو ان انا اجيب موصل ودوروا جوا مجال مغناطيسي فانشع عندي قوة دفعة كهربية حولناها الى التوربينات الكبيرة اللي احنا كنا لسه بنستعرضها دلوقتي ديت او المولدات اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها طب هو جات منين فكرة توليد القوة الدفعة الكهربية يعني الفكرة اللي بني عليها توليد القوة الدفعة الكهربية كانت ايه بالزبط نظرية توليد القوة الدفعة الكهربية وايه هو المولد المولد ده عبر عن ايه بقولي المولد هو آلة تقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية المولد هو آلة تقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية يعني انا عندي جهاز هتجيله حركة هنشئ لكهرباء هو ده اللي انا بطلق عليه المولد سواء اذا كان دينا معجلة عجلة سواء اذا كان مولد زي المولدات اللي احنا لسه شايفين او التربينات الكبيرة اللي احنا شايفنا اللي بتضع المولدات اللي بتولد لنا قوة دفعة كهربية كبيرة او مولد صغية او المولد اللي احنا بنشوفه في الافراح او المولد اللي احنا يعني بنجيبه الصغير اللي احنا بنستخدمه في البيوت في بعض القرى بتاعتنا او اللي بنستخدمه في المصانع او الشرك ايا كان شكل المولد هو في الاخر مبني على فكرة واحدة تحويل الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية يبقى انا لازم يكون عندي حركة عشان اقضي اولاد القوة دفعة كهربية يبقى ده فكرة عمل المؤلد تحويل طاقة ميكانيكية الى طاقة كهربية طب نظرية عمل المؤلد بتقوم على اساس ده فكرته احول طاقة ميكانيكية الكهربية او حركة الكهربية نظرية عمله بقى ازاي انا اقدر تعمل الموضوع ده ان انا احول النظرية توليد الطاقة الكهربية ازاي انا اقدر اتحول او افكر ان انا اوصل ان انا حاول الطاقة الميكانيكية الى طاقة قربية بيقول لي باقي النظرية كاملة كده اذا قطع موصل اذا قطع موصل ساحة مغناطسية اذا قطع موصل ساحة مغناطسية فانه يتولد بالموصل خلي بالك ان هو بشت على شرط هو اذا قطع موصل ساحة مغناطسية يقول لي اذا هيشرط قطع موصل ساحة مغناطسية فانه هيحصل يتولد بالموصل شوف هيتولد ايه بالموصل قوة دفعة كهربية قاف ده الكاف تكون اكبر ما يمكن عندما تكون زاوية القارت هي دي النظرية الاساسية اللي منشوء عليها توليد الطياري القهربي بصفة عامة في حياتنا كلها اللي احنا بنستخدمه في كل حالاتنا دي يعني الطياري القهربي اللي احنا بنستخدمه في حياتنا دي كلها مصارع وورش ومزارع وكله في العالم كله مبنيه على نظرية دي اذا قطع موصل ساحة مغناطسية فانها تولد بالموصل قوة دفعة كهربية اللي رمزان قاف ده الكاف تكون اكبر ما يمكن عندما تكون زاوية القطح سين درجة او ما يطلق عليه نظرية فرادية او نظرية توليد القوة دفعة كهربية اذا قطع موصل هيشرت علينا الراجل اذا قطع موصل ساحة مغناطسية لازم يكون عندي قطع وموصل وساحة مغناطسية فانها يتولد بالموصل قوة دفعة كهربية هينش عندي قاف ده الكاف يعني هينش عندي طيار كهربي هيبقى اكبر ايمالي واعظم ايمالي لما تكون زاوية القطع بتاعتنا تسعين درجة اظلنا احنا اخدنا الفكرة دي قبل كده وتكلمنا عنها بس اتكلمت عنها عند لما في حيث توليد طيار الكهربي وتوليد مجال الموجة بتاعت طيار الكهربي في الواجه الواحد وتكلمنا ساعتها عن القيام العظمى والفعالة والمتوسطة ومعامل الشاكرة ومعامل الموجة الجايدية يعني اتكلمنا عن مجموعة من الاساسيات الهندسة الكهربية بتاعتنا طب انا اجي بتاعتني ليه لان احنا هنتكلم عن المولد ما ينفعش اتكلم عن المولد من غير ما اتكلم عن نظرية توليد القهوة الدفعة الكهربية اللي هي بتقول لزا قطع مواصل اللي هي فيها تلات شروب مواصل وحركة وقطع مواصل وحركة ومجال مغناطيسة عشان ينشأ عندي قهوة دفعة الكهربية طب انا المواصل هجيبه سهل او ان انا اجيب مواصل ان انا اجيب قطعة من النحاس او ملف من النحاس ساق من النحاس واعمل له طرفين كده زي ما كنا بناخد في ابتداعي ووصلهم بلمبة هتولد عندي قوة دفعة ده اللي ولد فيه قوة دفعة الكهربية طب ده بالنسبة للمواصل المجال المغناطيسي طب ما سهلة ما في مجال مغناطيس شمالي وجنوب ده هجيب وحط في قلبه المواصل وحرك المواصل مجال مغناطيسي شمالي وجنوبي هزاء مغناطيس على شكل هزاء فرص فاكرين طبعا مغناطيس على شكل هزاء اهو واجيب هنا قطعة النحاس او الالمونيوم ديت وحركها هيتولد عندي كوة دفعة كهربية لو دينامو عجلة هغير الدنامو برجلية البدال برجلية اخليه يتولد عندي كوة دفعة كربية ازا ما بحصل في العجلة مثلا الاقي فيها تولد كوة دفعة كربية لو تليفونه العمده بتاع سامانده هو دوره بايدي طبعا لو عايز او نور مصر ماينفعش ماينفعش لا بايدي ولا برجلي ماينفعش خالص يبقى لازم ندوع على وسائل نبدأ بيها نجيب الحركة اللي هتخلي الموصل يتحرك جوه المجال عشان اقدر اولد كوة دفعة كربية ما الموصل سهل ازاي سهل لان انا هجيب ملفات من نحاس المجال سهل ان انا هجيب اكتاب مغناطسين طب الحركة هجيبها منين هجيب ناس تدور ماينفعش هجيب واحد يحرك برجل ولا واحد يحرك بريجل ما هديه قهرباء قليلي انا محتاج اتنين تلاتة في وجه سهل قهرباء بالتأثير بالدالكة ماينفعش طبعا طب هجيب الحركة منين طب ما تبص معانا كده لحاجات انت بتسمحها في حياتك بس ما تبقاش عندك فكرة عنها سبابها ايه شوف اول حاجة عندنا كده بقى ويتم الحصول على طبعا هقدر احصل على الطيار قريبس ايضا المواصل متحرك او مش متحرك طرق حصول مولدات الطيار المتردد احنا اللي هتشوفه دلوقتي معاك طرق حصول مولدات الطيار المتردد على الحركة او على الطاقة المحركة هنجيب الطاقة المحركة منين نشوف مع بعض كده طرق حصول مولدات الطيار المتردد على الطاقة المحركة هجيب الحركة منين ما احنا قلنا اللينفع باليد ولا ينفع نيجيب ناس ولا الكلام ده كل طاقة الوضع عن طريق مساقة المياه فكيره لما بنون مولادة الطارق قهرابي عن طريق شلالات المياه او عن طريق السد العالي مثلا قوة الدفع لبسد العالي المية قوت دفعها ايا كان الوضع جاء قوت الدفع يجي بتاع ترمية جاها من اين تدفع لي ريش التروبينات عشان ريش التروبينات اللي عنا كنا بنتكلم عنها تدور وبالتبعية دور مع هالملفات اللي عندي هيقدر اقدر اولد قوة دفعة كهربية يبقى عن طريق قوة دفعة المياه زي ما هو موجود في السد العالي او في الشلالات في البلاد الاخرى تاني طريقة الطاقة النووية استخدم الطاقة النووية في توليد طاقة حركة عشان اقدر اولد منها قوة دفعة كهربية او طاقة الرياح هتقولي ده اه ده احنا بنسمع ان فيه في هولندا وبيحاولوا يعملوها في مصر عندنا في الوقت الحالي انه هو يولد الطاقة القهرابي من طاقة الرياح هو بيستخدم طاقة الرياح او بيجيبش الرياح يطلع منها القهربة هو بيستخدم طاقة الرياح في قوة محركة عشان اقدر اولد او اوفر شرط توليد القوة الدفعة القهربية او شرط من شرط توليد القوة الدفعة القهربية لان احنا قلنا تلاتة موصل ومجال وحركة على عند الموصل ومجال فاضل شرط الحركة تجيبوا بقى منطقة وضع منطقة نووية منطقة رياح انت حر يجب من زي ما انت عايز لا بالعكس ده فيه كمان امال ايه حكاية البترول اللي بولون عليه ده يا استاذ قولي لها ده احنا بنستخدم مواد البترول والمش عارفه فحمه وحاجات زي كده في توليد الطاقة الكهربية انا باستخدمه في توليد الحركة اللي باستخدمها في توليد الطاقة الكهربية الحاجة الاخيرة الطاقة الحرارية اننا نستخدم الطاقة الحرارية النتيجة عن حرق الوقود زي الغاز الغاز او الكوريوسين او المواد المترول مشتقة المترول بصفة عامة او الغاز الطبيعي او الفح في توفير شرط الحركة اللي قدر يوفل بي الحركة اللي هتوفر لي او شرط توليد القوات دفعة الكهربية هي هي في الاساس انا عندي 3 شروط عشان نولد كل دفع القربية مجاله موصله حركة المجاله الموصل سهل ان انا اوفرهم بس اجيب الحركة بدي الحركة ما بتبقاش سهل ان انا وفرها فابتدى العلم يفطروا كان زمان بيجيبوه عن طريق قوت الدفع لبالفحم يعني وطبعا احنا بنستخدم اه اه عندنا السد العالي مثلا وعندنا طبعا الطاقة الحرارية باستخدم طاقة حرارية وفي محطات نوية بتتعمل دلوقتي في مصر في الثورة التكنولوجيا اللي احنا فيها دلوقتي ديت وفي طاقة الرياح وبرضو احنا بنحاول نستخدم طاقة الرياح يبقى احنا يمكن في القريب بالعاجل جدا هيبقى عندنا هنا في مصر كل انواع الطاقات او استخدام الطاقات الموفرة لشرط الحركة الذي يوفر توليد قوة دفعة الكهربية او احدى شرور توليد قوة دفعة الكهربية طاقت طبعا احنا قولنا عن طريق المياه طاقت الوضع عن طريق المياه دي موجودة في السد العالي طاقت الرياح احنا بنعمل دلوقتي وطبعا فيه الطاقة الشمسية اه كجزء جديد لتوليد الطاقة الكهربية بس ده مش بيوفر شرط حركة ده هو يوفر شرط ده بيولد قوة دفعة الكهربية يعني الفرق ما بين الطاقة الشمسية او طاقة الواحي الشمسية والطاقة الشمسية والطاقة اللي احنا بنتكلم عنها طاقة المياه بتوفر شرط الحركة اللي هو لدي القوة الدفعة القربية طاقة الطاقة النوية او طاقة الرياح بتوفر شرط توليد القوة الدفعة شرط من شرور توليد القوة الدفعة القربية الطاقة الحرارية اللي كنا بنسى بتتكلم عنها برضو بتوفر شرط من شرور توليد القوة الدفعة القربية انما الطاقة الشمسية هي عن طريق استخدام الشمس او الطاقة الشمسية بقدر اولد قوة دفعة كهربية اتكلمنا عن المولد الكهربية فكرة احنا بلناخد اساسيات بب وانواع الطاقات المستخدمة واشروع توليد القوة دفعة كهربية هنتكلم بعد كده الوقتي على او شكل مهم ان يمكن عايز استعرضه بالمرة اللي هو شكل الكهرباء اللي خارج ايه شكل الكهرباء اللي خارج ايه من اا مولدات الطهار الكهربى وزي ما انت شايف كده انه هو بيبقى عبارة عن موجة بيطلق عليها الموجة الجايبية اااااا يعني دا شكلة او رسم بياني بيعبر عن موجة الطهار الكهربى الموجة اللي انت شايفها ديت يمكن نهي دي النقطة بس بالرحيدة اللي انا عايز اتكلم عنها بتتعمل في الثانية الواحدة في الطيار القهرابي اللي بنستخدمه في مصر خمسين مرة الموجة دي اللي من نقطة سفر من نقطة تسعة اللي بنقول علي موجة جيبية كاملة تلتمية وستين درجة بتتعمل في الثانية الوحدة في مصر في الطيار القهرابي اللي احنا بنستخدمه في مصر خمسين مرة في الثانية اللي هو قيمة تردد بتاعنا الفريكوانسي او التردد خمسين زبزبة في الثانية ممكن دين نقطة ده شكل الموجة بتاعتنا 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 الكهربية المتردد اللي احنا بنستخدمه والموجة دي بتكرر انا بكررها تاني في الثانية الواحدة خمسين مرة خلي بقى انا في حاجة مهمة او لان مرحبش واحد يشتغل في علم الكهربية ما يبقاش عارف الموضوع ده لو جيت قلتلك ان انا عندي جهاز بيشتغل على متين وعشرين فولت شتغل على متين وعشرين فولت ستين زبزبة مش هنفع شغاله في مصر عندي لان عندي التردد في مصر خمسين زبزبة فانا بجيب الجهاز بتاعي الجهد قد ايه اه متين وعشرين فولت يقول لك خلي بالك الكهرب متين وعشرين فولت خلي الكهرب ادي على تلتون وعشرين فولت صح كل ده تمام ان الجهاز يكون شغال على انت الكهرابة اللي عندي ما ينفعش يجيب جهاز 110 يشغاله على كهرابة 220 فولت ماينفعش يجيب جهاز 220 يشغاله على كهرابة 380 هيتحرق مجرد ما يحط الفيشة بتاعته ويدرب وماينفعش يجيب جهاز بتردد معين وشغله في بلد او في مكان بتردد تاني طيب الحكمة ايه او الحل ايه اغير التردد صعب جدا ان انت تعمله صعب او ان انت تعمله يمكن تغيير الجهد سهل هنزل يجيب محول انا عندي جيبت جهاز بالشغل على 110 فولت وانا القربة اللي في البيت عندي 220 فولت هنزل يجيب جهاز محول او هجيب محول يحول من 110 إلى 220 او من 120 إلى 120 حر زي ما انا عايز وهقدر استخدمه على الجهاز بتاعي انما التردد هتبقى صعبة شوي عايز امونتوا خصصين يعملوها دي شكل موجة وحادية الوجه اللي بتشتغل في الطيار المتردد الوجه الواحد طب نشوف الموجة التانية دي بقى يعني ايه خلي بقى ايوة مع قادة شوية الموجة دي يعني زي ما انت شايفها كده سلسية الاوض ده الفرق بين الطيار المتردد الوجه الواحد الموجة اللي فات الطيار المتردد سلسل اوض ما بين اللي زي ما بقوله الواقل 220 وال380 بس ايما كامش 220 و300 دقائق احنا بنولد اكبر من كده بكتير الطيار الوجه الواحد اللي هو عبارة عن طرفين اتنين اللي بتستخدمه في بيوتنا دوت ده الوجه الواحد 220 فولت او بيطلق عليه عندنا 220 فولت انما قيمه اكتر من كده بكتير طبعا اللي قدامنا ده بقى سلاسي الاوجه اللي هو التلاتة فاز 380 فولت اللي انا بزغز منه مصانع والشركات والاماكن الكبيرة كلها لان بتبقى القوى المحركة اللي فيها محتاجة مني طيار كهربي بقيم كبيرة جدا وفي نفس الوقت قدرات كهربية كبيرة فمنفعش فيها الوجه الواحد ومش بقى مزال وجه الواحد موجودة ان انا اقدر استخدمه الامكانيات الوجه الواحد بقى اضعف من انا استخدم طيار مترد ان انا استخدمها او انش هتدين كل انا استخدمها في القدرات الكبيرة اللي انا عايز وعشان كده بنستخدم الطيار المتردد سلاسي الاوجه خلي بالك ان انا لما اتكلمت عن الطيار المتردد سلاسي الاوجه في السابق اتكلمت عن ما يطلق عليه توصيلة النجمة وتوصيلة الدلتا وقلنا في التقالي المتردد في سلاسي الاوجو لما بعمله بوصل توصيلة نجمة وبوصل توصيلة دلتا وتوصيلة النجمة بعملها بشكل معين وتوصيلة الدلتا بعملها بشكل معين وقلنا ان في توصيلة النجمة بنوصل بدايات مع بعض واطلع بثلاث اطراف نهايات توصيلة النجمة ثلاث بدايات واطلع بثلاث نهايات للتوصيل انه توصيل الدلتا بتبقى بدائها بنهاية 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 وبيعا بتلعب تلت اطراف عملنا مقارنة قبل كده او كنا وعدنا كنا احنا نعمل مقارنة لتوصيلة النجمة والدلتا انا شرحت معاك النهاردة كلمت عن التقارب وانواع التقارب بكل صفة عامة التقارب بالدلك وبالاتصال والمغناطيسي والحراري والضوئي اتكلمنا عن فكرة توليد الطرق الكهرابي بصفة عامة او فكرة عمل المؤلدات اتكلمنا عن نظرية توليد الكوات دفعة الكهربية وشروط توليد الكوات دفعة الكهربية شفنا اشكال مجموعة من التربينات عشان نبقى عارفين التربين ده شكله ايه وعرفنا ان انا عندي تلات شروط اساسية لتوليد الكوات دفعة الكهربية اللي هو وجود موصل من نحاس اللي هي الملفات يعني النحاس بتاعتنا وجود مجال مقناطيسي وانه يبقى عندي شرط حركة قلنا الحركة في الحياة العملية البسيطة ممكن نجيبها من ايد بتتحرك او رجل بتحرك زي ما بعض استخدامات الحياة العملية العادية انما في حياتنا العملية الكبيرة بقى ان انا عشان لانتقوى دفع كربية في اماكن كبيرة جدا هيبقى صعبة او ان انا استخدم الحرجات البداية ديت فابتدينا نستخدم قوة المحركة لانا عايزة في المولدات عن طريق الحياة العملية اللي قدامنا بقى او الحياة اللي قدامنا فاستخدمنا طاقة وضع عن طريق مساقط المياه مثلا والشلالات استخدمنا طاقة الحرارية او اللي هو عن طريق الوقود اللي احنا بنحناء الوقود والمنتجات البطرول والفحم والحاجات ازا كده استخدمنا برضو طاقة الرياح ان احنا نقدر نستخدم منها او نستخدمها في توليد الحركة والطاقات النوية ابناء وبنات الطلبة حوائدكم ان شاء الله هبدأ الحلقة القادمة ان شاء الله باستكمال لجزء 3 اوجه ومقارنة بين النجمة والدلتة وهنستكمل باستر الهدسة القهربية ان شاء الله بكنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته